ما تقييمك لمسلسل البحث عن علا من الناحية الفنية أهلا بحضرتك المسلسل جيد جدا يمكن يكون أفضل كمان من المسم الأول للمسلسل اللي هو عايز أتجوز الطبعا الجزء الأول كان معتمد على أصل أدبي يعني كان في البداية كتباه غادة عبد العال اللي هي السيناريست بتاعة المسلسل بس أعتقد أن الجزء الثاني فيه حيوية أكتر فيه شكل تاني بتظهر فيه علا فيه ستايل مختلف في الصورة يمكن حافظه على شوية موتيفات من الجزء الأول لها علاقة أن علا دايما بتوجه كلامها للجمهور طبعا حجم الكلام للجمهور أو كسر حالة الإيهام دي قلت شوية بس ده ما أصرش يعني على مستوى المسلسل أعتقد يعني بشكل كبير الجزء الثاني كمان أفضل من الجزء الأول طب الجزء الثاني أفضل من الأول ما هي الأسباب التي أدت لنجاحه وربما حقق يعني ملايين المشاهدات فقط خلال 24 ساعة والله فيه أكتر من عامل العامل الأول له علاقة بشهرة الشخصية من الجزء الأول من الموسم الأول لأن الموسم الأول طبعا حقق نجاح كبير جدا فالموسم الثاني لما جيه كمل على النجاح ده تاني حاجة وأعتقد أن دي برضو راجع الظرف عام بيحكم سوق الدراما التليفزيونية بشكل عام هو دخول المنصات يعني وجود المسلسل على منصة ساهم بشكل كبير أنه هو يوصل لقطاعات كبيرة جدا من الجمهور وبيتلافى طبعا بشكل كبير فكرة الإعلانات أو تحديد معادل المشاهدة ودول يمكن من أكتر الأثار السلبية اللي بتبقى موجودة للعرض التليفزيوني أنه بيبقى فيه معادل محدد بيتعرض فيه المسلسل ممكن ما يكونش الجمهور بشكل كبير قادر أنه هو يفرج عليه في الوقت لكن المنصة بتوفر حاجة نعم أصبح يصبح يصبح بسهولة للناس عبر المنصات طيب أستاذ رامي لأي مدى برأيك نجاح هذا المسلسل ربما في التعبير عن قضايا المرأة بعد التلاقة والله هي مش قضايا المرأة بعد التلاقة بس يعني هو فيه فيه توجه عام في الفترة الأخيرة السنين الأوليلة اللي فاتت وده نتيجة مدى عالمي مش حاجة بتختص بيها المنطقة سواء في شقايا سواء الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا توجه واهتمام شديد جدا بوضع المرأة في المجتمع والأضايا اللي بتصار بسبب العادات والتقاليد اللي قد تكون ضغطة على المرأة بشكل كبير كده فالأعمال الفنية بشكل أو بآخر ملتفتة في الفترة الأخيرة خلال السنوات الصغيرة اللي فاتوا أن هما يبرزوا أضايا المرأة ويبرزوها من وجهات نظر مختلفة وبالتالي الجمهور بيتفاعل مع وجهات النظر دي يمكن كمان ده مش في مصر بس أو مش في البحث عن عولة بس احنا شفنا مثلا فيلم بنات عبد الرحمن اللي كانت ياسمين العبد مشاركة في بطولته فده برضو بيناقش قضاء المرأة في دولة أخرى هي الأردن وبالتالي هو توجه عام يعني أعتقد أن ده حاجة كمان جيدة جدا أن احنا نلتفت لده في الوقت ده تحديدا